أسبوع فقط مر على محاولة الاغتيال التي استهدفت القيادي في حركة حماس محمد حمدان في صيدة هو وقت قياسي تمكنت خلاله شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية الموساد لعملية التفجير التي نجى منها حمدان فبعد سلسلة من التحقيقات التقنية والاستعلامية المعقدة تمكن محقق شعبة المعلومات من تحديد المشتبه فيه الذي أدار مجموعة من الأفراد لتنفيذ محاولة الاغتيال التحقيقات أظهرت أن المجموعة تتولت مراقبة منزل حمدان لمدة معينة ونفذت يوم الحادي عشر من كانون الثاني منورة يمكن الاستنتاج بأنها كانت محاولة للاغتيال جرى وقف تنفيذها من دون معرفة السبب وبحسب ما توصل إليه المحققون فإن المجموعة انتقلت إلى صيدة فجر يوم 14 كانون الثاني وتولى أحدهم زرع العبوة الناسفة أسفل سيارة حمدان قرابة الثالثة والنصف فجرا ابتعدت بعدها المجموعة عن محيط منزل القيادي ثم عادت قرابة السابعة والنصف وبقيت في انتظار نزوله من منزله إلى سيارته وفور تفجير العبوة غادرت المجموعة المكان باتجاه بيروت حيث تفرقت وفيما ضاع أثر باقي أفراد الشبكة تمكن محقق شعبة المعلومات من العثور على أثار تقنية لرأس الشبكة في العاصمة بيروت أدت إلى تحديد هويته وتحديد هويات وإسماء الخلية كما تمكنت من مصادرة سيارتين تم استعمالهما في تنفيذ التفجير وقد دهم المحقق مواقع في بيروت وترابلس واستجوبوا عددا من الأشخاص وضبط وثائق ومعدات يجري تحليلها لمعرفة ما إذا كانت ستفضي إلى أدلة تساهم في كشف معلومات إضافية عن المشتبه فيهم مدينة صيدة التي شهدت هذا التفجير عادت الحياة في مرافقها إلى طبيعتها بعد أسبوع من التوتر خوفا من أي اعتداءات جديدة وشكر رئيس بلديتها محمد السعودي ومنسق تيار المستقبل في صيدة ناصر حمود قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على السرعة الفائقة في كشف ملابسات الحادث أما فلسطينيا فأبدى مسؤول حماس علي بركة ارتياحه لهذا الإنجاز ندلنا فاتحين عيوننا يعني ما في شك أنه يظهر أنه في عين على لبنان وزي ما قال مع الوزير الداخلية مبارح أنه كان في مخطط كبير قدروا يعني قدروا يستوعبوا ويبطلوا ممتنين أكثر لشعبة المعلومات اللي بسرعة قصوى وبسرعة بطريقة غير مسبوقة تمكنوا من متابعة الخيوط والوصول إلى مبدئيا حل لهذه الجريمة الكارثية اللي كان وراها الإسرائيل نحن من أول يوم عندما سئلنا أن هذه اليد إسرائيل وراها أو الحقيقة طلعت من ضبطة نحن نتوجه بالشكر إلى كل الأجهزة الأمنية اللبنانية على الجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية التي ترتبط بالعدو الصهيوني ونحن منذ اليوم الأول للتفجير قلنا أن المؤشرات لدينا تشير إلى أصابع العدو الصهيوني وراء هذه الجريمة الجميع شكروا أيضا تعاون كافة الأجهزة الأمنية من أجل بسط الأمن والاستقرار ومن أجل منع الخطر عن كل لبنان